السلام عليكم ورحمة بكم في فيديو جديد معكم هيند من اسطنبول يومي ان شاء الله هنجاوبكم على اكتر ثلاث اسئلة اللي كيوصلوني مؤخرا في تعليق ديلكم على القناة وايضا في الرسائل على حسابي انستغرام بالنسبة السؤال الاول اللي دائما كيتسأل هو المواصلات من المطار خصوصا من المطار الى منطقة سلطان احمد وان شاء الله غادي نوريكم ايضا اماكن الصرف لان الكثير كيتسأل فين ممكن لكم تصرفوا احسن وثالث حاجة هي رقم الهاتف اللي ممكن لكم تشريوا انتم هنا واكيد بعض النصائح اللي غا تحتاجوها ان شاء الله في سفر ديلكم في اسطنبول فخليكم معيا باش تعرفوا كامل تفاصيل فيديو القبل من الاخير شرحت ضرورة هاد اسطنبول كارت خاصة تكون عندكم للمواصلات وشرحت جميع المواصلات وكل شي شرحتو يعني بتفاصيل الناس اللي ما زال ما تفرجوش في الفيديو كنتحكم انكم تمشو تفرجو فيه فقط واحد الحاجة اللي نأكد عليها حي توصلوني رسائل من من بنات اللي مني قلت لهم تمانديل اسطنبول كارت وقلت لكم 25 ليرا تقدروا تلقوه في هذاك الأكشك او للكوشك بتوكي تباع او لف هاد الماكينات السفرين او في بيم او للكوشك او للكوشك او طلبوا منهم 40 او 45 ليرا فهدو كنصابة ما تشيروش من عندهم يعني تمانديل هاد بحاليا هو فقط 25 ليرا فقط م الناس الليش او لكوشك او للكوشك او لكوشك تمانديل كنصابة واحدة بخمسة اشتران بور 10 ليرا يجب أن يكون مضروراً من الأحسن أن يكون مدويتاً لهم حيث يكون مفيدين وغالين يبقوا التمنونين غالي فهذا أنا في الدار بعد المرة أسكن سألت إستنبول كارت فأنت أضطر أن أشرهم الماكينات وما رأيتهم في هذا الكارتون كما تشوفون ماشي قاسحين في هذا الإستنبول كارت كانت فيها جوج وكانت فيها واحدة تركبوا بها مرة واحدة كما أخبركم السعر كي تقام عليك غلاء من سعر الإستنبول كارت فأما بالنسبة للمعلومات حول مواصلات من المطار فأنا شاركت معكم معلومات مهمة في المطار إستنبول جديد صبيحة مدرتوش هنا في المطار جديد شاركت المواصلات كاملين لكينين ولكن في التعليق أغلبية الناس يسولوا على السلطان أحمد ولو أنا ذكرت في الفيديو بأنه منين بدأت كورونا سفي حيضوا الباصلة كي يديه لسلطان أحمد ما عرفتش لاش سبب عندكم جوجة جيلة اختيارات الناس في التقسيم ويأخذوا الطاكسي راح يتقريب أو لا يمكن لكم تنزلوا في أكثر وذلك الساعة تأخذوا الترامويت ويأخذوا المواصلات لقد كانوا تقسيم من أحسن تقسيم آمنة أحسن من أكثر وخاطر تقسيم لليل ما تكون ش تلك المواصلات لقد كانت تقسيم 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 تركبوا مع شي واحد ومع شي تاكسي لقد كانت مؤخرا وكان سيد وكان حالين وفي الأخير مني ويقالت تنوبيل عادية وطلعت وفي الأخير خذوا خمسمائة أورو وكتنزل عند البوليس حاولوا ما تنصب عليكم بطريقة تركبوا مع شي واحد حتى التاكسيات حاولوا انكم تأخذوا الارقام ديالو مقبل ما تركبوه بالشرة وقعت شي حاجة لهذه وبغيتوا تشكا وتكونوا عارفين الرقم ديالو وكل شي ودائما من ينطلع الكنطور يكون خدام ما يتواش معاكم إلا بغي تتوى معاكم نزلوا في حالتكم فكما كتعرفوا التاكسيات هنا ينصابه أكيد ماشي كل شي ولكن أغلبهم لذلك حتى من المطار كي يعرفوا توريست كينسبوا المهم بالنسبة لهافا إيست هفا إيست هو اللي كي يجيب من المطار إسطنبول يعني كي تكون ديك إيست في الأخر كي الموقع ديالو في جوجل كي يعطوك تميك جميع الأماكن اللي كي يحط فيها من المطار حتى يعني الأماكن اللي كي نتميك زائد 8 اللي يدبحها لها 52 ليرا كتشوفوا في الموقع ديالو على جوجل الفوق هنا كي يعطوك إسطنبول هفا ديماني يعني مطار إسطنبول للتحت كي تختاري البلاصة اللي غادي تترك بي فيها أغلبية كتكون تقسيم 8-50 ليرا كيتخلصوا غير كاش يعني بعد مرات كي يشدوني العملة الدولار بورو ولكن من الأحسن صرفوا في المطار وخام ما كان نصحكمش أنكم تصرفوا في المطار كي يكون هابطل كي نصرفوا غير قياسكم يعني باش غادي تمشيوا يوصلكم حتى اللوتين بعد ذلك ساعة الغدليه صرفوا الباقي الدعمة كي يسولني واش الباس كين بالليل من المطار إسطنبول يعني هذا الجديد الكبير من تقسيم هنا كاتبل لكم تحت أنه يكون مع الجوج وقسمين يعني دير صباح ثلاثة وقسم الربعة وعشرين الخمسة والخمسة وخمسة وعبعين يعني وكيت توقف من بعد في بشيكتاش زينجير لكويو وفليفينت يعني من المطار من المطار غادي تجوز على تقسيم كان معه 12 وعبعين يعني بعد منتصف الليل يعني الوحدة قل تولوت كان مع الوحدة ونص وكان مع تلاثة ونص وكان مع الربعة ونص وكان مع الربعة ونص يكونوا قلالين هادي من المطار الجديد أما دا بغادي نتكلموا على صبيحة فالباسات ديال صبيحة اسميتهم هاوا بيوس هاوا بيوس هما ديال صبيحة هي رمسي نفس الشركة كل وحدة وشركة ديال بوحدتها هاد هاوا ديال صبيحة هادوما التوقيت اللي كين من تقسيم الصبيحة يعني من تقسيم كينين الباسات بالليل يعني لابوسوا تركبو هادو هو التوقيت هاوا ما كينين في جوجل أما من المطار التقسيم فمع الاسف بالليل ما كينينش من صبيحة يعني الحل اللي كيدلو الناس يا إما كياخدوا تقسيم الليل يا إما كينتدرو حتى الستونس ديال الصباح هو أول واحد اللي كيبدا كما كتشبوا سبعة سبعة ونص كيكون من كل الساعة كيكون باس اللي كياخد التقسيم وآخر واحد بالليل كيكون هو مع 12 ونص بعد منتصف الليل كيما كتشوفوا هادو هو آخر باس اللي كيخرج من صبيحة بالنسبة لصبيحة الكار ديالهم يعني كين اللي كيتخلص بإسطنبول كارت وكين اللي كيتخلص بالكاش ماشي في حل هاوايست نجيو للصرف الصرف دائما كننصحكم أنكم تبعدوا على المناطق السياحية يعني البلايس اللي كيكونوا سياحين ما تصرفوش فيهم مثلا تقسيم الجيهة ديالسلطان أحماد القران بازار هادو كيكونوا زيدين فأنا يا كنت شاركت معكم واحد المكتب ديال الصرف وبزاف منكم طلبوا مني فيه هنا فيديو لحقاش نساوا الفيديو أنا شاركتوا معكم في الفيديو ديال الجيهة ديال لالالي فهنا يفضل في الجيهة ديال الفاتح كيم ما كاتشوفو كين نتمكدو كتماتيل ديال الانقلاب دير 15 تموز كما كاتشوفو كتمو جين مل هاي هذيك الفاتح نيس فين كيكون سوق الأربعاء كتمشيون نيشان وكتضروا على اليد اللي من ديالكم يعني لقرأي بحدا البلدية فين كين التماتيل كتخليوا البلدية على اليد اليمين ديالكم وكتمشيوا كين في الجنب كين واحد المسجيد كتضروا على اليمين ديالكم أنا نصور لكم من الجيهة الأخرى باش هكا تكونوا تعرفوا غدي نخليليكم لتحت صندوق الوصف او للديسكريبسيان اللي ما كيعرفه شراء تحت من الفيديو دائما كيكون واحد الساهم هابت التحت كتوركوا عليه باش كي يعطوا كل معلومات اللي مرافقة الفيديو فاتمك غدي نخليليكم الموقع دياله على الخريطة هكا اللي بغا يمشي ليهني شان أنا دبا كنا نعط لكم باش تعرفوا فين كيما كتشوفو كين هاد المحل هنا كيبيعوا الونيفورم ديال زي العسكري فغدي تمشي وغير شوية يعني ماشي بززاف يعني في ذلك الشارع غدي تمشي وغدي تمشي وغدي تمك كينين جوج ديال ما كتب الصرف يعني كين واحد يقدم واحد هادو زي ما صار حسن أحسن بلايس ممكن لكم تصرفوا فيهم وخير له بطول تحت وجيت وجيت اللالة اللي فين كين ترامواي غتلقوا تمك الصرف ولكن ما كيكونش في حالهم هنا يا تبارك الله يعني عندهم صرف مزيان ودبرا يلا هتحل واحد جديد شفتم مؤخرا اللي بجنب ديالهم حتى هو عنده صرف مزيان فهذا با ايما تشوفو هادك الليحدة الاول اللي صورت لكم او لا هاد المحل التاني وكين حتى واحد في السوق ديال محمود باشا في امينونو تاوام زيان را كنت صورتو لكم في الفيديو دي امينونو دبا ما عنديش الفيديوهات ديالو بنسبة للصرف را كين ما كتشوفو كين الدولار كين الأورو كين الدولار الكنادي كين بزاف ديال العملات راهو ما هادو ناس اللي كيسولوني عن العملات اللي كيتصرفو دبا حاليا خرجوا واحد القرار بانه مني كي بغي يصرف لك فكيتلب لك ضروري تعطيه يعني لك انتي مقيم هنا كتعطيه الاقامة وإلا كنتي سائح كتعطيه الباسبور ديالك بسرخ اللي كان واحد الرقم اللي كبير شوية مشي كبير بزاف تداء انت نظن من مئة اورو او مئة دولار كيتلبوا منكم الكارت لكن شي حاجة قليلة فما كيتلبوها فبالنسبة للناس اللي كتسولني دائما في التعاليق بش حال دير الله فالليرا كل نهار والثمان ديالين حين ما كنعرفوش سنك ندخل في الانترنت جوجل وهو اللي كيعتنيش حال ليرا يعني غاتكتبوا الليرا من ليرا الى الدرهم اولا من ليرا الى الاورو كيعتوك اولا تحملوها التطبيق اللي يزوين بزاف هو اسميته اكس او كتحملوه في حال تطبيق وتخليوه ابليكاسيون عندكم في التليفون هكا الى كتو كتمشو قليكم اي واحد ثمان بالليرا ولا شي حاجة وبغيتوا تحولوه كتكتبوه ثمان ديكسا عادية الليرا كيعتوك الدرهم بالدولار بالأورو كيما كتشوفو رصف كامل في حال دبا ما تلين عشرين ليرا رهوما أورو فاصل 11 بالدولار دولار وتسعتاش بالدرهم 11 للدرهم و 72 كين الدولار الكنادي يعني انتو ما كتختاروا العملة ديال بلد ديالكم وكتضيفوه وهي كتعطيكم دائما العملة ديال بلد اللي خساريتوها وجميع المعلومات سؤال آخر اللي كيترح لي بزاف من عند المغربة اللي كيقولوا لي يا واش نجيبو الدرهم المغربي نصرفوه في الدرهم المغربي ما كيتصرفش هنا في تركيا يعني كما كتشوفوها دوم العملات اللي وريتكم في المكسب ديال الصرف دروري خسكم جيبوه معاكم يا الأورو يا الدولار في حلف حالي يعني انا ما كينشي فرق دابا البطاقة الهاتف اللي دائما كيسولوني على الناس فانا دائما مرارا تكرارا كنقول لكم أحسن خط او شبكة اتصالات اللي كينا هنا في تركيا هي تركسيل تركسيل عقلوا عليها راكين الوكالات ديالهم في كل مكان في الاماكين السياحية راكين في تقسيم يعني في أي بلاسة يمكن لكم تلقاوها دخلوا الداخل غادي تقولوا ليهم غير خط جديد راكا ديال ليكم ما كينتشي مشكل كينين هادو كليزاجونس الكبار وكينين أيضا هذه الوكالات اللي كيكونوا صغيرة وورين يعني كيكون ما كتكونش تابعة الوكالة الكبيرة يعني كيكونوا في حل زاجونس اللي صغاري وكيكون عندهم تقريبا نفس التامن يعني ما كيكونشي فرق كبير فبالنسبة لكارت جديدة ابتداء كتبدأ من 350 بالنسبة لهذه الوكالة الكبيرة قاتلية 320 ليرا هادو السياح حيث المقيمين هنا عندهم أتمينة أقل ضروري خاصك تعطيهم الباسبور ديالك حيث كيعطوك الرقم بالاسم ديالك بالمعلومات الشخصية ديالك كاملة 350 ليرا هي كتعادل تقريبا 1.25 ديال برهم مغربية اللي هي شي 20 أورو يجيكم غالية ولكن الأرقام هنا الخطوط يعني شوية غالية هذا والتمن ديال هم هو باش كتبدا من الأحسن كما قلت لكم سيروا الأجنس الكبيرة رف تقسيم كينا حاولوا ما تاخدوش في المطار حيث بعد المطار يكونوا الأتمينة زيدة خليوا حتى تجيو الوصلين دينا من الأحسن وخدوا رقم في الرقم سأعطيكم مكالمات داخلية هنا فقط في تركيا لا يمكنك تصلي باع لبرة ويكون عندك رسائل ويكون عندك بسداء من 15-20 جيغا ديالانترنت ديالك 350 ومن بعد انتي تكتروه زيما في الجيغا كتزيدوا الفلوس ولسألت لكم أكيد راكي يمكن لكم تعودو ترشارجيو وهذا الباك يكون عندكم فقط شهر يعني ميكات سري لكم شهر راكي يحبسوا لكم كل شيء وانا كنصحكم باش اخذوا رقم الهاتف لأنه الانترنت مهم جدا للتنقل باش ما تتلفوا متاشي حاجة ومتستعنوا متاشي واحد حيث بعض المراس كين هادو كون الصابة وصرقة اللي كيكونوا حاضين غير هاداك الواحد اللي غادي يجيي سوول وتالفوا معارف شيد ديكم شي بلاسة ولا شي حاجة من الأحسن يكون عندكم الانترنت كيني الناس اللي كي يستخدموا الرومينج والكين الرومينج عودتاني غايتتقام عليكم أغلى من الكارت حاجة واحد أخورة كما قلت لكم حاداري النص براني قدرت لكم بزاف دي الفيديوهات على النصب انا بقى نخلع فيكم وماشي كون شي يعني غادي يتعرض للنصب ولكن انتم ماردو البال باش يدوس ان شاء الله العطلة ديالكم بخير وعلى خير بالنسبة الاماكين المزدحيمة اردو البال السك ديالكم يعني وخاتكنو كتقلبو لاش حاجة مشغولين كتقداو انا دائما اردو بالي ومن حاول يعني الفلوس كاملة نوزعها يعني منحطش كل شي في السك ديالي راكم عارفين شنو الناس اللي كتتفر را عارفة شنو كاين واحد الحاجة اللي مهمة ده بحاليا منسبة لتوركيا را فتحات يعني اتشي اللي سمعت يعني غير هاد الاسبوع بانه مبقوش طالبين لبسير لجوز تلقيح ولكن را بما ان الناس كتير اللي جات الاسطنبول كان واحد الاكتداد اللي هو كبير 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 بزاف ما تتخيلوش قداش فالدنيا عامرة فكورونا كالدور وصلوني بزاف دي الرسائل في انستغرام بانه اشخاص جاءوا هنايا ورجعوا في حالتهم واحد البنت نيتي او الام والاب تيالا من المغرب اللي رجعوا فيهم كورونا اللي شافيهم فاردوا البال نحاول يلي كانت شي بلسم فيها الازدحام ندير الماسك ديالي وخدب الماسكات تحيدوهم حتى في المواصلات مبقوش ضرورة الماسكات فقط دباء غير في المستشفيات اللي عندنا ضروري اننا نديروا الماسك ولكن الواحد ياخذ الحسيات ديالو الاتراك باقين دير الماسكات يعني باقين خايفين على راسهم فاتنتوا ما اخدوا الحيطة والحضر انا ما نكون ستة شي حاجة ولا عندكم شي استفسار او لشي حاجة اللي ما فهمتوهاش خليوها ليفتعاليق الاسئلة كنحاول نقرأها كاملة وخصا في الساعات الاولى اللي كنحط فيها الفيديوات ديالي كنحاول نجاوب على جميع الناس وكنشكركم بزاف على الرسائل ديالكم زوينة على الكلام ديالكم طيب وايضا على دعوات ديالكم وكنقول لكم ان شاء الله الى فيديو الجاي سلام عليكم موسيقى